لما كنا قبل خمسة عشر سنة نتكلم عن هذه العقائد كان بعض الناس يتهينا بالمبالغة لما كنا نقول أن الرافضة تكفر أبا بكر وأن عمر تتهم أمنا عائشة بالفاعشة فأنا يقول أنتم تفرقون المسلمين عندما نقول أن يوجد من الطرق الصفية من يقول الولي يخلق الجنين من هذا كان يصدق الآن موجودة على الجفري خلنا نكون صراحة لا غيبة لمبتدع يدعو الناس إلى الشرك يقول الولي يخلق الجنين هل الولي يخلق الجنين من غير أب؟ يقول فيها خلال ما شاء الله طبق الله فقيه قولان المسعلة حتى الذين يقولون أن الولي لا يخلق الجنين من غير أب ليس عجزا لا لأنه يفتح باب فساد والغريبة في الشريطة هؤذا في اللقاء يستدل بقول النبي صلى الله عن الولي ولئن سألني لأعطينه يقول هذا لو سعد الله يا رب اجعلني أخلق ايش تقول ولا ينسألني لأعطينه حديث صريح يقول وهو يحاور جاهلا وإلا لو وجد طالب علم ينقمه حجر قلنا سلمنا لتا أن هذا الولي يسأل الله يقول يا رب اجعلني أخلق لو هذا الولي جاء وقال يا رب اجعلني رسولا ونبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ها ايش تقول اذا قلت لا يجوز قد ناقضت عقيدتك ولئن سألني لأعطينه وإن قلت يجوز كفرت وخرجت من الملة فإن قلت ختم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الخلق من خصائص الله والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين إذن هذه المسألة الأولى المقدمة الأولى احمد الله على أنك لم تبتلى بهذه القاذورات احمد الله أنك هديت إلى مثب أهل السنة والجماعة